وهو بيتعثر عن تحقيق بطولة مهمة بالنسباله هو المصنف الأول فيها فهو لا يغض الطرف أبداً ومسؤولوه أبداً لا يغفلوا الأسباب والدروس اللي قدت لداء في نوع من نقد الزاد بشكل موضوعي جداً وقراءة نأمل أن تكون أمينة وموضوعية فعلاً في الوقوف على أسباب ما حدث حتى لا يتكرر بسهولة وده كلام مهم جداً لأن هذه قضية هتراح مع المهندس عادلي باهتمام مش مهندس في سياق كلامك وتعديد الظروف من الناحية البدنية للناحية النفسية للناحية المعنوية حتى الأحوال العامة اللي أحاطت بالفريق أشرت إلى مودست وقلت عندي كلام عنه لا أنا بتكلم إيه أيوه أنت جاي بلعيب أيوه مصنف ما نقدرش نقول أنه مجهول فيه المواصفات المطلوبة وجاي من دوري تالت دوري على مساء العالم طيب أنا وجهة نظري التي لا أدعي أنها أفضل لا لها قيمة لا لها قيمة بس ما لا أدعي أنها لازم يكون الصح أيوه أنا بخاف على اللعيب الجديد من سرعة تقديمه إلا إذا كان رجله في الملعب أيوه إلا إذا كان جاهز ومش كل لعيب يعني أفكرك بواليا أه وولتر بواليا وولتر بواليا كان في نادي الجونة متوهج متوهج إيه 11 الجونة في روند في دور أيوه ولذلك جنتا جبته من مصر هنا أنا دفعت فيه مبلغ قد كده لأنك أختبره وشايفه أنا وكان محمد شريف وقتها هداف الدور السناء اللي فاتت مش معنى أن أنا جايب لعب عشان متوسم أنه حيسديلي المكان ده بطريقة تانية أني لازم هزوقه بسرعة دي مدارس بقى دي مدارس تقصد قرار أعتقد موسماني وقتها وقتها المدرب زعب شريف وقعد ولعب بواليا الخطورة لو اللعب ده اللعب ثلاث ماتشاط حيخش في مقارنة معه أنت تقعب هداف الدوري وتلاعب ده وده اللي حصل فدخل في دايلمة عدم الثقة فهي بواليا دخل هربت بدري منه النهاردة مودست جاي مش جاهز ربما أراد لأنه أنت متعقض معه سنة هو عايز يشوفه بسرعة وعايزه ومتوسم فيه أن بأي بأي مقياس من المقياس بعنصر الخبرة أنه ممكن كان يكسبك وعلى فكرة كان وارد جدا أنه كسبك أي ماتش من اللي فاته دول ولكن يعني إذا لم يوفق الحسابات التانية زي ضربة الجزاء هو أنا اللعيب اللي عايز أقدمه الصورة عشان خش في قلوب الناس أحمله مسئولية ضربة جزاء ولا خليها تجنبها مدرستين واحد يقول لك ما هو لو جابت ضربة دي الناس حتتفقل به وهتفرح به طبولة ضيحة وده وارد الرهان هنا مش النسبة كام الرهان على النتائج لو ضاعت النتائج حتوب أسهم مما لو أحرزت وهذه رؤية واحد يده في المية مش في النار ولذلك برضو مش عايزين الناس تضغط في حتة لأن أنا ألاحظت أن حتى يعني لعيبة بيحبوا الأهلي وانتسبوا للأهلي وعايزين خير للأهلي وبينجارفوا ساعات في هذا الاتجاه يعني ناسأل سؤال لمودس ده وقف على حيل وفاء هنستفيد ولا لا طيب هل حيفوق بالهجوم عليه ولا بالدعم 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 تنصح أنت بقى أنه ينزل والفرقة فيئة ينزل بعد شوية لما يجهز ده مواضيع كتير من حقينا من حقينا نتكلم في دي في التفاصيل لكن إنك أنت تنتقده لذاته لا ما ينفعش ولو ينتقد مين اللي جابه مين اللي جابه جابه برؤية اللي اختاره هو كان شايف أنا عايز المواصفات دي ودائما مش كل لعيب حتى على مساء يعني يجي يقول لك الأهل لازم باقي يعيد حساباته في الأجانب سعبوا الثقة في كل الأجانب مع أن كل الأجانب اللي جم نجحوا مع هذا مركز راس الحرب راس الحرب وعلى فكرة ما قدرش يقول فشله يعني أظهره كان ناجح باجي كان ممكن ينجح جدا 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 لو كان استنينا عليه حتى برونو سابيو قبل ما يجينا كان عامل ويشوف لما مش دلوقتي عامل ايه عامل ايه دلوقتي مش كواس جدا فإنما فكرة إنك أنت هتوقع تقيم باللحظة لأن إحنا دايما نحط حجم الطوقة لذلك أنا أخشى إن مهما جبنا من فرودة إذا ما جاش يشتغل على طول طيب في الجزئية دا بتاعت الفروت خلينا أقف معك عند ملاحظة لأن هي برضو متكررة وده السؤال المهم والصعب فيه كل اللي انت عددتهم من رؤوس الحرب اللي جم وما استمروش بلاش لم يوفقوا اختيارات المدير الفني سواء مين اللي بيمشي بس سواء اختيارات أو مين اللي بيجي لا هو اختيارات للسابق كويس يعني فيجي الجديد عايز الواحد بمصافات تخصه أه يعني أنا مثلا لما أنت ذكرت في البداية أولهم وليد أزارو المهاجم المغربي اللي لما جيه مثلا واحد زي ريني فيلر قالك مش عايزه فاستجابت الرغبة المدرب ومشيت وليد أزارو كويس ماشي أنا أكمل لك فيلر طلب اليو باتجي جبت له اليو باتجي فيلر نفسه ما كملش بعد ظروف كورونا ميشي فجبت له موسماني موسماني ابتضح أنه حظه العاسر لا هو كان عنده كلاش مع اليو باتجي حظه العاسر باتجي في ماتش سانداونس أنه جيه النادي الآلي هو موسماني مع بعض فأنت فاكر لما ولو موسماني فموسمانيش هيلهاله واضح أنه ما بينساش فبرضو تقييم شخصي فمش عايز أليو باتجي استجابت له وفقا لسياسة الأهل السابتة أنك المدير الفني هو صاحب القرار ماشيت أليو باتجي نزولا عن رغبة بيتس موسماني جبت له ميكسوني وبرستاو جي كولر ماشي طيب هو نفسه ماشي جي كولر قال لك مش عايز ميكسوني بس شوف بقا كل اللونتوم دول أنا متطفق على ماشيان ميكسوني ملوش مكان هو مش جاي فروت حتى طيب هنا الاختيار والتسريح يعني الاستغناء والضم دي رؤية المدير الفني بس عند المدير الفني نفسه ما بيكملش او قناعاته بيدخلها الهوى هي صعبة هي صعبة هو يعني لازم اللي اختاره مدير الفني ما نتفقش عليه و اللي نختاره ما نتفقش عليه مدير الفني ما يبقى مرة بالاتفاقات العامة نوصل للتوافق وهو ده اللي حصل وقت جوسيه جوسيه اختار ناس ها اتناقش فيهم اختار ناس وموفقوش ايوه و اختار مع الاداره ناس وفقت جدا ايوه يعني مش ضروري كل اختيارات الشخص سليمة 100% هي مش سليمة هو بيبقى عايز مواصفة هو الراجل بيمر بطريقة معينة طب الفرقة بتاعتك عشان تلعب بالطريقة دي عايزة وقت علما الفرود اللي انت جايبه ده يعش مع الطريقة يكون خلص توصد المدرب بيختار له مواصفات طريقة وهو طبعا اللي عايز يلعب بيها الفرقة ما عندكش طرف بقى ان الفرود ده يعني انت قال لك فرود ده مش متوقع انهم يكمله يعني في ناس كتير يما كوشري جاه قالوا ايه كوشري ده فرود مرعب مرعب علاء ابراهيم نفس الحكاية موهوب جدا اه صحيح بيضيع يعني الناس كان بتدق منه وخصوصا في الماتش بتاع كان مش عارف الهلال ولا الاتحاد ولا ايه بتاع هو حشام غالي والردت علينا بجون ما عارفوش انسوه قالوا لكن فرود موهوب 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 ومتمكن جدا فانت الفراو ده انت يعني محتاجة صبر مختلف وبعدين احنا برضو كان عندنا فراو ده اللي كان عنده بلال واللي كان عنده بيب بلال وبيب ومتعب وفضل وكوشري واحمد فليكس وفلافيو تاريخيا رأس الحربة واحراس المرمى حتى دوليين الاهلي عندنا فراو ده او او ناس محترفة برا فانت لا مفيش حاجة اسمه اختيارات الاهلي في الاجانب احنا مختارنا حد كان الفيرود السيرد بكة بنون بدر بنون حد في خلاف عليه ما فيه كانش حد في خلاف حد يجي يقول لي علي معلوم في خلاف عليه لا ديانج ريدا سليم في حد خلاف عليه في حد خلاف عليه لا اخ لا تيجي لي بقى على لعيب في وسط دور او لعيب لي بواليا بواليا كل المؤشرات كانت بتقول لي لازم ينجح معانا ما ننجحش والباقي ادي احنا نقشنا طيب بمناسبة طيب انا هجيب فيرود تاني لما جابش اول ماتشين جولين حيتقالي علي نفس الكلام مش مسألة تدفع كاب الناس ده وصلت ان النادي الاهلي المسألة مسألة مبالغ هو انت مبالغ فين هي المسألة بس ان انا مع ده اه يبقى فيه رأي توافقي بين فيه رأي وفيه كمان احنا عندنا يعني يعني فليكس المجيب ملعبش على طول اه دومونيك لما جالنا ملعبش على طول والاتنين بقوا مع اتنين مداربين مختلفين وحققوا نجاح جدا اذا توقيت الدفع باللعب الجديد نقطة فاصلة مهما دارس في واحد يقولك انا جايب لعيب بقى نعارفه بالذات كمان السمودست انت جايبه سنة واحدة سنة بمصافات معينة بس انت لسه في رقيتك ما تعدلتش عشان تخدمه يعني حتى التوقيت اللي دخل فيه الفريق مش احسن حاجة مش احسن حاجة ما في الدوري كان احسن حاجة لسه ما تطبعش بالطريقة اللي تحطلك الكورة اللي ممكن لكن انت بتحسبها ازاي بقى ما انا عقولك انا ما بينطش على حاجة مش جاهز بدلية مش جاهز تدخلاته مش بالحدة اللي تخليك تشعر ان ده فارود انت بتشوف مثلا مابولولو بتشوف اميكا بتشوف مش عارف ايه ناس بتطير وبتعمل هو مش الستايل ده هو راجل طويل ويعملها كده عايز يعملها كده وما فيش اوفر بتعمل طيب في جزئة المهاجمين ميستر كولر قال ملحوظة على باعة الفرص قال الفريق اللعبة غابت عنهم الشراسة الكافية في التعامل مع الفرصة مش الشراسة الدقة المصحوبة بالحسن الحد يعني ايه وده اللي انا قلتقولك في الانفراض ده قرار صعب فانا افضل انك دايما انتوا عندك رؤية يعني انت لما تحطات شب وما ديش جون يعني الكرة اللي جات في العرضة في بطن العرضة دي اه انا مع خراره لانه اللخات خرار تاني وخبطت في سدر الجون كنا هنزعل منه هو فاقر يلعبها في سقف الجون وخلي بالك ان التفكير والتنفيذ بيبقى مرتبطين بفراكشة ساكن فيتمو ثانية المخ بيترجم والعضلات بتنفذ في لحظتها فيه التوقيت التلاتة لازم يبقوا مع بعض لان انت ممكن تيجي التوقيت يخونك تيجي في قصبة رجلك مش في بطن رجلك يضيع الجون فانا انا فكرة ان بس ما تلعبها عندك تصور ما عنديش مانع انها يتيجي ما تجيش لكن تلعبها انا بختك يا بوبخي تبدأ منها اوه هتكلم في الفنيات ده هتكلم في الفنيات اللي هي كيف تنحسن الحمد ربنا يشفيه وعا فيه يا رب عمل جراحة بسيطة بنقول له قالت ألف الحمدلله على السلام لا سلامته قالت بسلام بس انا افتكرت كابتن حسن في كلمة انت تتكلم في الفنيات لا في اللاجنة الكورة كانت ما اللي يقول كده قيا عيبن على الفنيات مع ان انا عمري بتكلمت في الفنيات انا كنت اقول له مثلا ايه اللعيب سريع اللعيب قوي اللعيب هدر دي موصفات قلت له كابتن فنيات ايه لانا ما تكلمش فيها تعالي عاوه بتتكلموا وعلى فكرة بيقولوا حاجات احسن مننا بعد هذه التفصيصة من النقد الذاتي لأحوال الفريق وأسباب الخروج من كل النواحة اللي انتوا سمعتوها من المؤنس عدل بخبراته لا بس انا عايز اقول حاجة بقى في النهاية ايه هل الفريق يملك عناصر التفوق ايه رأيك يملك جدا عشان يطلق هذه العناصر مطلوب ايه طيب اول حاجة لازم الاهل يستعيدها الهدوء 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 الشديد جدا لانه الديلامة بتاعت الدور الافريقي بالمباريات المضغوطة وبالفلوس والبطولة جايزتها كام والناس يعني فيه حدوت تحدي بدري اوي دخلنا فيه بدري اوي مستر كولر لما تكلم على الشراسة هو عنده ثقة كبيرة جدا في لعيبة الاهلي ولعيبة الاهلي الجمهور عنده ثقة كبيرة فيهم بس فيه ثلاث اربع نقط مهمين جدا في الجزئية ديت الجزئية الاولى انه نفس اللعيبة لما كان مستر كولر بيعمل الروتيشن او التدوير كان بيلاء العناصر البديلة اللي بتنزل هي نفس العناصر اللي موجودة في الملعب لدرجة انه كل استوديوهات التحليم كان بتقول الرجل مؤسس